انكشف المستور بعدما كشفت الام تي في فضيحة مذكرة التفاهم السرية في 28 تشنين الاول 2016 بين وزارة الداخلية بتوقيع الوزير نهاد المشنوق ومفوضية اللاجئين يوان ايش سي اار هذه المذكرة التي تغطي توزيع الاقامات وافادات السكن على النازحين السوريين لقاء حفنة من المال حصلت عليها المدرية العامة للامن العام اكيد ما كانت معروفة وهون بدنا نهني الاعلام انت على رأسه بالاضاءة عليها لانه فضحت موضوع خطير جدا استفسرنا على الموضوع المعلومات اللي عنا لحد هلأ معلومات معيبة انه كانوا عشية مؤتمر بلندن وساعدوا الامن العام ب23 مليون ليعمل بعض المعاملات مبيل اعطاء افادات سكن لمئات الاف من السوريين مع ما ينعكس ذلك على نوع من شرعن الى وجود غير شرعن نعم باعت المنظومة مئات الاف الاقامات وافادات السكن ب23 مليون دولار وتحولت بذلك الـ UNHCR الى رابطة مرابين عبر رشوة المنظومة وتوزيع الرشاوة المالية على النازحين وفي معلومات الانتفي انه منذ صدور مذكرة التفاهم سرا اي منذ سبع سنوات وحتى الان ليس هناك من قرار واضح بذلك عن مجلس المزراء بما معناه ان هذه المذكرة اصبحت بمثابة تهريبة جرت ضمن صفقة مشبوهة وعلم ان هذا الملف اصبح بعهدة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مرفقا بطلب النيابي لوقف العمل بالمذكرة فورا طلبنا بوضوح التلاتة الماضي بالادارة والعدل الغيئة والغيئة كافة مفاعلة يعني كل الافيديات اللي اعطيت نحن بنعتبرها غير انونية ولازم تنلغا هيدا لأول مرة انا بلمس هلقد اجماع بكل القوة السياسية بقصة الوجود الصوري الغير شرعي باللبنان وهيدا لازم تستفيد منه الحكومة ووقفوا الغنج ناس بيجتمعوا ناس ما بيجتمعوا تجتمع بشكل دائم تعمل لجنة دائمة وموضوع يتابع يوميا وهكذا فضيحة الاقامات وافادات السكن تنتظر تحرك ميقاتي وميقاتي ينتظر وزير خارجيته عبدالله بوحبيب الذي انتهت المهلة المعتط له من الحكومة في 26 الجاري للتواصل مع الحكومة السورية كما ان ميقاتي ينتظر ايضا انتهاء تمرد مفوضية اللاجئين على الدولة وتسليم الداتا ثلاثة انتظارات ثقيلة والانفجار على الابواب فمن يسبق من؟